فيما مضى كان يطلق عليه العكاس والصورة عكس وبعدسة العكاسة فبأسماء ثلاثة يكمن شغف فن التصوير برائحة ماضية ولون الأبيض والأسود يبوث خوش عكس اللي هو العكاس القديم يعني المصور حاليا طبعا فخدينا الفكرة هذه إن شاء الله لأنه كانت قبل فيه هواية قبل التصوير وماشاء الله خذاها الولد من بعدي ومشينا عليها بس بفكرة يديدة بحيث أن نجهز الاستيديو على الشكل القديم ومع الملابس الشعبية والشغلات اللي يحتاجها بحيث أن حتى الزاير لا يحتار لأنه ما فيه ملابس لأن الملابس جاهزة سواء للبنات أو للأولاد إن شاء الله أدوات بسيطة ومعدات خفيفة تزين صورة لراغب بالتقاطها لم يعد لها مكانا في عصر الكاميرا الحديثة العكاس هي العكس فكانت الصورة قبل على صورة الكاميرات القديمة كانت تطلع مقلوبها معكوسة لما يصورها المصور فمن شدي سموه عكس أو أخذوها باسم المصورة واللي هو العكاس يعني لإحياء الشغلة هذه حتى الحين ببعض الزوار يسألون شنو العكس فإحنا نشرح لهم الطريقة اللي هو كان الصورة العكس هو الصورة والعكاس هو المصور يعني فمن السؤال اللي سألت ليس سموه عكس أو عكاس يعني فنشرح لهم فإيه المهنة حاليا باشتراكنا نعلم الناس والزوار بالشغلة هذه بنفس الوقت قعد نحيه إحنا بطريقتنا واللي إحنا ورثنا خذينا من قبل يعني وللكويت تاريخ قصة وتراث حكاية للكاميرا والصورة أو كما كانت تسمى العكاسة والعكس في مطلع القرن الماضي مع بدء الأوراق الرسمية للمواطنين من وثائق صفر ورخص قيادة وغيرها تزينها صورة صاحبها أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس